اهلا وسهلا بكم مصدقائي بحلال جديد ومعكم عمارة بقراء وبحلقة اليوم هنحكي عن كيف ممكن نحول اي شاشة او اي تلفزيون لشاشة زكية باستخدام مي بوكس اكس من شركة شاومي صالي تقريبا ثلاث اسابيع عم باستخدامه وهي مراجعتي الكاملة وترجدتي الكاملة اتأكد انك تحضر الفيديو للاخير كلمات تعرف اهم العيوب يلي ممكن تخليك ما تشتري هالقطاع هاي خلينا نبالج بسوا بحلقة جديدة بداية انا شكرا كتير كبير لكل المتابعين وكل عم يدعم القناة كل عم يعمل لايك كل عم يعمل شير واكيد لاغينا انكم تعملوا لايك للفيديو وشير لان هذا كلام كتير بيفيدني وكتير بيفيد القناة بحيث انه يوتيوب حيكي بيشتغل بصير بيطلع الفيديو لاشخاص اكتر وبزيد عدد المشتركين اكتر للأسف الشديد بالفترة اخيرة ملاحظ انه نسبة كتير كبيرة يعني انتصل لتسعين بالمئة من الاشخاص يلي عم يشوفوا فيديوهات ما عم يكونوا مشتركين بالقنا فتمنى يعني رجاء خاص وشديد جدا انكم تشتركوا بالقناة من تحت وتفعلوا زر الجرس كلمان يصلكوا المحتوى المراجعات اللي عم بعملها والشرحات التقنية اللي عم بعملها اول اباول خينا نبلش بالفيديو اول الشي اذا ما نطلع على البوكس ومثل العادة دائما احنا اي شي بنعمل ما نطلع على البوكس البوكس بسيط جدا ما في اي شي يعني واو مجرد ما انه فتحنا البوكس هنلا يبلبو جهاز هنلا يبلبو ريمونت كنترول كابل كهرباء وكابل HDMI فقط لا غير ومجمو من الكتلوكات اللي ما حدا بيقراها اصلا هذا كل اللي منشوفه جوا البوكس نفسه طيب شو المواصفات العامة قبل ما نجرب الجهاز نفسه ونحكي شو المساوي وشو المحاسن طبعا وشو المواصفات العامة اللي موجودة بالجهاز بناء على الشي اللي مذكور على العلبة نفسها الجهاز بيحوي داخليا كروم كاست يعني انت عم تاخد جهاز فعليا بنفس السعر تقريبا او اغلق او ارخص تقريبا من الكروم كاست بمواصفات اضافية اللي حانحكي عنها شو الفرق بين وبين الكروم كاست وكيف هو يتفوق على الكروم كاست فداخليا جوا الجهاز نفسه موجود كروم كاست الجهاز بيدعم نسبه الفور كي فلو انت عندك شاشة بتدعم في فور كي فالجهاز هيقاير يعرض لك فور كي بكل رياحة ثم من شخصا فو او اين كان واضح يقول لي أكيد هي اسمارت لكن يوجد انخبره للفور كي feed اندرويد تي في ممكن الشاشات موجودة فيها اندرويد تي في. اندرويد تي في معناها انت تحسين تفتح وجوكل بلاي وتنزل منه البرامج اللي بدك اياها اليوم الشاشات فيش بيكون مشغل مثلا برامج سامسونج فيش بيكون مشغل برامج الجي اما هون انت عم تحكي عن اندرويد تي في واحد من افضل خلنا نقول السوفتورز للشاشات الزكية. زائد جوجل اسستنت موجود داخل يعني مدمج مع الجهاز نفسه مع ريمونت كنترول فيو مايك مجرد يعني كبست على زر جوجل أسستانت فين يطلب منه أن يشغل مثلا الفيلم الفلاني يشغل الفيديو الفلاني فين يطلب منه مثلا شو حالة التقص وإلى آخر هذا كلام حنجي له إن شاء الله بالتفصيل هلأ ضمن الفيديو الميزة اللي هنن يعني كاتبينها أنه هي ميزة ولكن ما هي ميزة بالنهاية هي عبارة عن أنه CPU و GPU Quad Core CPU و 3 ل 2 Core GPU للأسف هو رقم غير كافي نوعا ما فتحس نوعا ما في بطء هاي أحد المساوي اللي حنجيها كمان بالتفصيل لقدام هاي المواصفات العامة اللي مسكورة جولها طيب بالنسبة للجهاز نفسه كمان تصميم بسيط وأنيق جدا المداخل اللي موجودة فيه هي عبارة عن ما تخلى الباور ما تخلى الـ HDMI ما تخلى الـ USB في حال أنت حابب مثلا تكمبر المساحة الداخلية طبعا فيك تحط له فلاشة في حال مثلا أنت كنت حابب توصل فيه مثلا جويستيك لأنه بيدعم الألعاب بيمكانك تنزل الألعاب من متجر جوجل فيمكانك توصل عليه جويستيك وطبعا أكيد مدخل الكهرباء هاي بالنسبة للمواصفات العامة ولكن خلينا نشوف على أرض الواقع على هالشاشة هاي اللي ما لها أي علاقة بالـ Smart كيف هيكون أداء هالجهاز هذا طبعا فليكس حابب يشارك بالفيديو معنا خلينا ننتقل ونشوف كيف هيكون الأداء طبعا بمجرد مع أني حوصل كبل الـ HDMI قبل الباور سيطلع عندي إشارة تبع المي بوكس هون أول شغلة ما ببلش نشوفها في بطل يعني بعملية الإقلاع في بطل هاي واحدة من الأشياء اللي صراحة كانت بالنسبة لي يعني خلون مأخذ سلبي على الجهاز إنه عملية الإقلاع تبعه بطيئة فبدك تنطر عليه يعني مثل ما يكون شايفين حاليا لا سرات الفيديو ولا بطلات الفيديو يعني الوقت اللي انتو شايفينه لحتى أقلع فلا هو الوقت الفعلي اللي بيحتاجه لحتى يقلع أوكي حاليا أقلع الجهاز ومره تمام مثل ما لنا شايفين أول ما بيقلع الجهاز بيقول لك عرف لي الـ Wireless خلينا نشبك على الـ Wireless مثل ما شبك على الـ Wireless بيعطيك لستة بجميع البرامج اللي موجودة حاليا فعلى سبيل المثال أنا منزل نتفلكس أو هو أوريدي كان موجود فيه نازل فيه الـ Prime Video كمان بشكل تلقائي بيكون نازل فيه فاللي مشترك بالـ Prime Video كمان بيستفاد من Spotify نفس الشي YouTube نفس الشي طبعا هلا هون عميلي ما في انترنت هاي نقطة كتير مهمة هلا حنحكي فيها ليش ليش عميلي ما في انترنت جوجل بليكس اللي هو سيرفر الميديا طبعي اللي أنا بحط عليه الأفلام بحط عليه المسلسلات يكون بنزلها وبحط بهذا المكان بحيث أني بحسن شغلها على أي مكان بالبيت عندي فإذا المهتمين تعرفوا موضوع البليكس هذا كيف ممكن تعملوه انتو تركوا لي تحت وسندوا التعليقات لحتى عاملكم فيديو كامل كيف ممكن تحول أي جهاز أي كمبيوتر قديمة أو أي لابتوب قديم عندكم طبعا فليكس قرار يفوت بنص الفيديو فورا فليكس خليك قاعد خلينا نكمل فإذا مهتمين بهذا الموضوع يا ري تخبروني تحت لنعملكم فيديو كامل كيف ممكن تحمل أي جهاز لميديا سيرفر عندك جوء البيت طبعا كان هون جوجل بلي ستور طيب بنرجع على لقطة ليش ما في انترنت اكسس حاليا ما في انترنت اكسس حاليا لأنه مجرد ما أنا فصلتم عن الكهرباء بتروح الساعة تبعه وهذا شيء كمان أحد النقاط الغبية يلي يمكن ضليت ساعة وأنا حاول اكتشاف ليش ما في انترنت مع العلم إذا فوت على الستنج لهون بيعطيني أنه هو هلا كونكتد يعني هلا حاليا هو كونكتد على شبكة الويرلس تبعي لكن ما في انترنت أوكي فلحتى حل الموضوع لازم روح على الديفايس بريفرنس وانزل على الوقت تماما وعدل التاريخ اللي هو تاريخ اليوم سبتمبر وراحة النتفيكيشين اللي عم تقول أصلا أنه ما عندي انترنت طب خلينا نرجع نشوف السوفتوير بحد ذاته أول شي خلينا نشوف موضوع مجرد ما أنا كبست على هذا الزر اللي موجود هون مجرد ما أنا كبست هون هيعطيني هون إنديكيتور إنه صار شايف عم يسمع صوتي وعم ياخد الكلام طبعي حتى بالعربي يعني خلينا نعمل نرجع مرة تانية افتح يوتيوب ففتح لي على اليوتيوب وأخد نص الكلام التاني اللي أنا حقيت وحاجة أجرب مرة تانية افتح يوتيوب مثل ما أنا شايفين فتح لي اليوتيوب بإمكان يشغل أي برنامج أنا بأي شي بديها مثلا هون افتح نتفلكس كونه قادر يشغل النتفلكس فهي شغلة مهمة جدا ليش لأنه في كتير أجهزة اليوم تدعي إنه هي قادرة بلا ما يصير ديمونيتايز ليه يا خين ايم هدا أول الشي في كتير في كتير اليوم أندرويد تيفي أو بوكسز هي في أندرويد تيفي بتقول لك إنه هن مدعومين من أندرويد بشكل مباشر وآخر شي بتكتشف إنه بس تجدنا نتفلكس ما بيشتغل السبب أنه هو أصلا ما بيكون مدعوم بشكل رسمي من جوجل وانا تكون هو بس أخذ الصفت ورحاته ولكن ليس مدعوم بشكل رسمي وهي نقطة كتير مهمة لازم كتير ننتبه لها ونتأكد منها خلينا نشوف هلأ النقطة الأساسية هي موضوع جوجل بلاي بمجرد معني فتحت جوجل بلاي حيعطيني كل الأمور اللي بحسن نزلها مثلا هاي مثلا عطيني البرامج اللي ركومندد لإلي على سبيل المثال بنزل لهون عطيني شو الأشياء الأهم الأكثر انتشارا هلأ حنفتح واحدة من الجيمز ونشوف كيف أداءها بشكل عام تقريبا كل البرامج اللي متوافقة مع الأندرويد تيفي بشكل عام حلاقيها موجودة هون مسلا عن سبيل المثال بيعطيني كل البرامج اللي أنا ممكن مبعرف فيه مثلا لو انت محتاج فيه هون موجود مثلا ممكن ننزله حتى أعتقد انه الفيسبوك كان فيه له نسخة الاندرويد تيفي بس هلأ مااني تولز مسلا يعطيني مسلا هي مسلا بليعمل نفسها جوجل أبس فيني طبعا اعمل من الموبايل هلا كمان هذا الكلام لحن لحنشوفه هنعمل من الموبايل للشاشة طبعا اذا فيه مجال بس تبعد عن عن الشاشة لانه عم يتفرجوا هنا ممكن تعال نزيل قرر يوقف بنص بوش الكاميرا متل ما حكينا حتى فيني شغل ألعاب عليه هلا هون اذا بنزل برجع على كل اللي موجودة عندي هون انا منزل اللعبة هي ها لا ما بدي اعمل هلا ابدا بدي اعمل طبعا فيني اوصل مدخل مسلا مسلا هي شاشة ما فيها سبيكر ففيني اوصل السبيكرات طبعي على المينبوكس نفسه بحيس انه صير اسمع الصوت فهاي اللعبة اللي بيتذكروا ايام النوكيا كانت كان في الاعزة هي اللعبة طبعا هلا صارت ثري دي وكزا وهي بس هي اللعبة قديمة جدا وشغالة بسلاسة يعني ما بتحس انه هي شغالة مسلا شي ضعيفة او كزا لا لا الشي الشي الوحيد اللي انا اعصى يمكن جويستيك وتصير ممتازة طبعا هذا الكلام قابل انه يتطبق متل ما عدت لكم في عندك مدخل يو اس بي فلو الجويستيك مسلا بتشتغل على يو اس بي بيمكانك توصلها وبس عم بلعب بريموت يعني حتى انا عم بلعب بريموت امور جيدة طبعا هاي اللعبة ما لابح حاجة لجويستيك مسلا لو نزلين لعبة سيارات مسلا اعتقد الموضوع هيكون مزعج ما تلعب بريموت بشكل عام انيوي هنطلع من اللعبة كلها فهي بشكل عام مراجعة كاملة لكل المي بوكس بشكل عام هاي المواصفات طبعا بشكل عام كل الامور حتى الشاشة هون فيني اعملها customization فيني ايميل اللي بديها بسير بيعطيني recommendation مثلا الشي اللي انا بتفرج عليه على سبيل مثال ان كان على اليوتيوب ان كان على نتفليكس ان كان على اشياء اللي انا عامل اهم مثلا spotify بليكس مثلا بعطيني اشياء اللي ممكن اتفرج عليها كلها يعطيني ايها بالhome بيج فهي بشكل عام المي بوكس هل انصح بشراءه او لا خيانة لهذا الموضوع سؤال اهم مي بوكس لمين ممكن يحتاجه وهل يا ترى انصح بشراءه او لا مي ممكن يحتاجه في كثير اشخاص ممكن تحتاجه اي شخص عنده مثلا اه شاشة ولكن ما لا زكية بحابة بشغل عليها يوتيوب بحابة بشغل عليها نتفليكس كرمار يحضر عليها فهذا خيار ممتاز جدا ويعد خيار افضل من انك تاخد كروم كاست لحالها ليش؟ كروم كاست انت مضطر انك تستخدمها بس عن طريق موبايلك وتعمل ستريم من موبايلك مثلا لفيديو بدك يا لشي بدك يا اما هون بهالحالة هاي انت في عندك ريمونت كنترول وقدر تختار الشي اللي بدك يا وتعمله بلاي بدون ما حتى يكون الموبايل موجود بين ايديك وهي يعني ميزة كتير مهمة ومريحة بشكل عامي اللي استخدم الكروم كاست بيعرف هذا الكلام ما فيك تتحكم فيها الا ما يكون في موبايلك شغال الشغلة تانية موضوع انه موجود فيها الجوجل اسستنت واللي اليوم كتير صار في عنا اشياء زكية خي نقول فهذا اللي حاله كمان نقطة كتير مهمة فمسلا هلأ ترين اف اوفيس لايت انا من التلفزيون نفسه صرت قادر اني اتحكم بالضوز الاحظته الضوز طفح برا الشاشة ترين اون اوفيس لايت فانا صرت من التلفزيون قادر اتحكم باي شيء زكي موجود عندي بالبيت شو مساوئ هذا الجهاز مساوئه هي التالية اول الشي في بعض البطق ببعض الاماكن يعني متل ما شفنا مدة الاقلاع طبعه كانت شوي مزعجة احيانا لما بدو يحمل لعبة او بدو يحمل شي تقيل شوي بيغص شوي بس ولكن اذا ممكن تستنى شوي فموضوع ما هو موضوع مزعج جدا الشغلة الثانية اللي لاحظت عليه انه مجرد ما انك فصلته عن الكهرباء ووصلته اعدادات الساعة او الساعة كلها بتروح فبيرجع لتاريخ الف وتسعمائة وسبعين بتشبكوا على الويرلس طبعا هذا الكلام انتي ما بتنتبه له اجمالا بتشبكوا على الويرلس تلاقي شبك على الويرلس وعين الله حلو بس بيقولك انه ما في انترنت وهذا الكلام شفنا ببداية الفيديو صار معانا نفس المشكلة هون لان انا فكيتهم من الكهرباء ومنع التلفزيون اللي موجود عندي بغرفة العادة حطيتهم فبالتالي فصلت راحة الستنك كلياتها والا بس لرجل عنيك حصير في نفس المشكلة فضليت تقريبا ساعة او ساعة ونص لحتى اكتشفت وين المشكلة وعملت ريستارت للراوتر وعملت ريستارت للنتورك ورجعت شاكت اذا فيشي او بليكيشن عندي عن نتورك عم تسحب الانترنت كلياتها لحتى بعدين انتبهت عم دور على الانترنت انه شو ها المشكلة هاي لحتى انتبهت انه في حدا حاطث انه تسعين بالمئة هي مشكلة مشكلة الوقت بالهي وفعلا مجرد ما انيزبط طلوقت متل ما شفنا هلا اشتغل الانترنت فولا عدا عن ذلك صراحة جهاز انصح به اي شخص حابب يشتري هيك شي حابب يكون في عنده اندرويد تيفي ممكن لسه اشخاص ثاني انك تنزل برنامج اي بي تيفي وتصير تشوف عليه قنوات حاليا انا لسه ماني منزل هيك شي بدي اشترك بي هيك شي بس ولاكي حاليا انا ماني منزل اي هيك شي حاليا تصميم الجهاز رائع جدا يعني كتير 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 ما بتحس بوجوده حتى بمكانك تعلق ورا الشاشة يعني خلاص هو صار مختفي ولا تنسى بنهاي ان احنا عم نحكي انه هذا الجهاز مرتبط فيه بلوتوث يعني حتى لو ما في line of sight مثل ما بيقولوا دايما بال remote controls زي انت على التلفزيون مثلا عم تحكي فلما بدك تقلب يكون في عندك line of sight بينك وبين التلفزيون لحتى الاشيعة توصل على التلفزيون على سبيل المسال ال receiver تبع التلفزيون اما هون هذا بالنهاية متصل لبلوتوث يعني بالنهاية هو قادر انه حتى لو هو مخفي وما في بينك وبينه line of sight ما في خط مظهر بينك وبينه عادي بكل بساطة يعني انا موجه على الحيط اللي عندي لهون طفا ما في عنده اي مشكلة ليش لانه بنهاية هذا الشغال عن طريق البلوتوث هاي من المجمل الجهاز بالنسبة لما تلكون ممتاز جدا وانصح انكم تاخدوا لو انه في بحاجة هيك قطع او بحاجة سمارتي بتعملوا اي شاشة تعملوها سمارت وهذا كان كل شي لليوم بتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وعجبكم بالنهاية اكيد ما نستغني عن اللايك والشير وانستغني عنكم تدعموا القناة بينكم تعملوا كومنت تحت لانه هذا الكلام هو اللي بيخلي اليوتيوب يعتبر الفيديو شي مهم او غير مهم كان معكم عمار ابو قورا شوفكم بحلقة جديدة ولكن اما ما تروحوا في فيديوهات هتطلع هون او هون ما بعرف فاذا فاضينوا معاكم شي روحوا شوفوها سلامات شوفكم بحلقة جديدة اشتركوا في القناة